طبعا كلنا اتفاجئنا بالسياسة الجديدة اللي طبقتها إدارة كواي في 2023 وهو اختفاء تارجة 3000 وال5000 وال10,000 واستبدالتهم بتارجة 4000 وال8000 الـ 4000 ده هيبقى خاص للمزيعين الجدد المنضمين للوكالات في أول 3 شهور مسموح لهم انهم يشتغلوا على التارجة ده وبعد كده لازم يشتغلوا على تارجة 8000 أما المزيعين القدامى هيبتدوا يشتغلوا على تارجة 8000 من أول يناير 2023 طبعا في ناس كتيرة اول استقبلت الخبر ده بحالة من اليأس وان هما مش هيقدروا يشتغلوا على التطبيق لكن انا كنت واحد مختلف شوية عنهم وابتديت اجيب حاجات وادوات تساعدني ان انا انقل صوتي والمحتوى بتاعي بشكل افضل بالمايك الجديد اللي انا اشتريته وفي نفس الوقت هيكسف من موضوع البس المباشر بتاعي عشان اقدر اوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور وفي نفس الوقت يجي لي اكبر عدد ممكن من الدعم استمر في المشوار بتاعك انت بطل انت صانع محتوى حقيقي ما تخلي السياسة تعجزك وتقول انا مش هقدر اكمل لا اكمل زي ما انت والخبر الثاني خاص باخواتنا المنتقبات للأسف الشديد تم منع اخواتنا ان هما يشتغلوا على تطبيق قوي من خلال استخدام النقاب او الماسك لو كانوا عايشين ببرا دول الخليج الفيديو اللي جاي هنتكلم ازاي تستخدمي تطبيق قوي وتنشر بيه المحتوى بتاعك بدون ما انت تتعرضي لخلع النقاب او يحصل لك مشكلة على التطبيق ما تنساش الكومنت الجميل الفولو وكمان القلب السلام عليكم